ومشاهدين الكرام أكيد إحنا مستمرين وياكم برحلتنا من نسماء زاكروس اليوم موضوعنا مختلف تماما بعض الناس من الممكن أن يعانون من مشكلة معينة بالغدد الصماء أو الغير صماء أو اللاصماء في اليوم رح نتعرف عن هذا الموضوع كثير من الناس من الممكن أن تجهله كثير أشياء اليوم رح نستفاد منها أنا وهمسة وأنتوا أيضا مشاهدين الكرام موضوع حلقتنا رح يكون عن الغدد الصماء اللي إلهي أنواع ووظائف متعددة بالجسم وإن أي خلل فيها سيؤدي إلى مشاكل كثيرة وأمراض خطيرة كل هذا أكيد هنتعرف علينا طبعا أكيد كل هذا سنتحدث إليه وأكثر مع ضيب حلقتنا لهذا اليوم دكتور محمد سامي تركي اختصاص غدد الصماء وسكري للبالغين يا صباح الخير والآفية صباح الخير عليكم الله يحفظكم أهلا وسهلا أنتم ومشاهديكم شكرا لجنابك الله يسلمكم شكرا لك ممنون الله يحفظكم نعم بداية خلينا نتعرف ما هي الغدد الصماء وما هي أنواعها أيضا والأمراض اللي متعلقة بيها نعم حقيقة الغدد الصماء هي غدد منتشرة في كافة إنحاء الجسم نعم وهذه الغدد الصماء هي غدد حيوية ويعني تنقل الإفرازات هي أشبه بالجهاز العصبي ولكن الفرق أنه الغدد الصماء تصل إعازاتها لأعضاء الجسم عن طريق الهرمونات ما يسمى هرمونات مواد بروتينية وأنزيمات توصل لكافة أعضاء الجسم احنا مثلا عدنا غدد أهمها وتسمى أم الغدد وهي الغدد النخامية نخامية موجودة أسفل المخيخ ويوجد الغدد الدرقية وطبعا الغدد الدرقية هي أكثر غدد شائعة الغدد النخامية هي أم الغدد نعم نعم هي لأن أمراضها شائعة أكثر وأكو جار الغدد الدرقية أو الدريقية جار الغدد الدرقية هكذا تعتبر من ضمن الغدد الصماء أو الغدد الصم البنكرياس كذلك يعتبر الغدد الكذارية وكذلك الغدد التناسلية لدى الدكور والعناث نعم الخصيتين والمباعد التي هي المسؤولة على التبويض نعم وأكو أيضا أنه غدد الصماء مجهولة كأن تكون بالجهاز الهضمي بس بدأوا يكتشفون نحن مثل ما نعرف أنه الطب في تطور بدأوا يكتشفون هرمون مثل إغريلين أو هرمونات أخرى هي يعني ما مدرجة حقيقة أنه بصورة واضحة ضمن الغدد الصماء ولكن في المستقبل إن شاء الله راح تدرج بما أنه اكتشفنا الأثر مالتها جيد طيب حضرتك دكتوريوم ذكرت أكثر من غددد موجودة بالجسم بصورة عامة إذا كان عند الرجال وإذا كان عند النساء لو حدث خلل معين بأي الغدد اليوم من الممكن أن يختلف توازن الشخص وتختلف كل الأعراض راح تبين على الجسم إذا كان عند الذكور وإذا كان عند الإناث بصورة عامة لو تحدثنا عن غددد معينة من الممكن أن تخلي الإنسان غير متوازن بكل أوضاع على سبيل المثال مثل ما تفضلت حضرتك أنه الغددددرقية وإحنا دائما نسمع بيها والغدة الدرقية أنه إحنا مرات يعني الغدد الصماء هو مفشي مرض ملموس بحيث يستدعي أنه يجي المريض لاستشارية الغدد الصماء هو دائما أعراض تلقاها متعلقة ببقية الاختصاصات بس هي تعود للغدد الصماء فهي تعتمد على شطارة الطبيب اللي راجع المريض أنه المختص يكتشفها ويحولها الغدد الصماء على سبيل المثال الغدد الشائعة هي الغدد الدرقية أكو فرط وأكو نقص بالغدد الدرقية وأكو عقد يعني لا زيادة ولا نقصان بالهاب يعني الشائعة عدنا هو نقص الغدد الدرقية مثل النساء أكثر شي ممكن مناعي ممكن ولادي ممكن فترة التهاب حاد ويتخلص من عدة المريض أكو مثلا الطراب بالدور الشهرية مثل خفق العفو تباطئ في دقات القلب مثلا قلة الحركة استبراد دائم تقشر الجلي تساقط الشعار ممكن عقم كل هذه هي أعراض يعني هي مو أعراض خاصة نعم تبين هي شي غير ما يموسى بالله نعم 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 نساك المريض يعتقد أنه عنده مشكلة بالجهاز الهامي وإذا به هي يعني مشكلة بالغدد الصماء هي مشكلة بالغدد الدرقية نقصص والأفراط هو عكس هذا تماما هنا تباطئ هناك تسارع بدقات القلب نحافة أنه زيادة بالأكل ومع هذا مع زيادة الأكل أنه نقص بالوزن نعم 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 دكتور أنت تتحدث اليوم عن أنواع الغدد الموجودة في جسم الإنسان لن unsallah نركز ألي شيئا ضوء على الغدد الصماء ما هي أعراضها ممكن تكون؟ يعني THكرنا سابقا هذه أعراض من أعراض الغدد الصماء الغدد الدرقية نعم نعم ممكن بقدر غدد إحنا مثل ما هكتلك يعني لا يوجد ضوء حتى هي الغدد الدرقيةية مثل المريض يعني نتعرف تورم بالرغبة يعني لا أنها عراض ع legen يمكن أن يقول مثل غدة النخامية لسنوات يعاني منها المريض ويعني هو ما يدري ما يحس بالهذا يحس أنه ضعف بالنظر مالته وذا هي ورم بالغدة النخامية أو ممكن قصر القام أو ممكن تضخم الأطراف أو داء العملقة بالأطفال تضخم الأطراف أو داء العملقة ممكن هبوط بالضغط أو طبعا الرجال العقم أو عدم القدرة الزوجية أو إنتاج الحيوانات نعم الحيوانات المنوية والنساء هي خربطة الدورة الشهرية دائما الطراب الدورة الشهرية هذه كل مهمة يعني البعض يتحل هذا الموضوع بصراحة يعني فلازم نركز اليوم الضوء على الغدد فأكهو أراكز يعني مخصص لهذا الموضوع نعم طبعا هو فرع الغدد الصماء هو فرع يعني على ما أتخطر بال2016 هو أول دورة باشرة أنه تخريج للأطباء الغدد الصماء يعني بغداد طبعا هنا فهذا يعني فرع فتي وجديد احنا الهدف مالتنا هسا أول شيء هدف مالتنا الإخواننا الأطباء والكادر الصحي والهدف الثاني هو المواطنين أنه يتنبهون يعني شن الأمراض اللي ممكن يعني السبب وراء هاي الأمراض هو الغدد الصماء خوشفة ممكن هي تكون أمراض بسيطة ممكن أمراض بسيطة وهي احنا الفكرة وين أنه اكتشاف المرض بالبداية يعني قبل أنه يكون مرض مستفحل على المريض ممكن يعني هواين نغير بحالة المريض بالفعل دكتور إحنا شوية رح نتابك بس إحنا اليوم طماعين بوجود حضرتك ويانا كون أنه هذه معلومات قيمة وضروري أن نوصلها كرسالة من جنابك الكريم ومنعدنا إلى مشاهدينا الكرام خلي نعدد غدة غدة وشنو من الممكن الأمراض اللي تصير يعني احنا ذكرنا الغدة عفوا الدرقية وأيضا النخامية يمكن أكون تشابه مع بيناتهم نعم ببعض الأعراض يعني الغدة الدرقية من الممكن أن يكون بها ضمور ومن الممكن أن تكون غدد وأيضا النخامية ممكن أن يكون مشكلة بالنمو مشكلة بإنتاج الحيوانات المنوية أو التبويض عند النساء فهذه الأعراض اليوم احنا رح نجهل الشوان رح نعرفها كون أنه إحنا ما عندنا اختصاص واضح وصريح بهذا الموضوع والعراض كذلك مواضحة نبضى غضو الأعراض نبضى الغدو الأعراض فخلي ننطي حصة لكل غدة اليوم إن عدد شنو الأمراض اللي ممكن أن نصر مثلا عدنا نحن نبدأ بأم الغدد مثل ما يسمىها الغدة النخامية الغدة النخامية تقريبا تفرز سبع هرمونات فمثلا إذا زيادة بهرمون المسيطر على الكورتزول ممكن هذا يؤدي إلى مرض كوشنك مرض يسمى كوشنك وعربيا إنجليزي نفسه هو يسمى كوشنك مثلا نقص هرمون النمو قصار القامة وهذا يعني هذا فرع الأطفال نحن بالغين يعني ينتبهون الأهل المفروض هذا الوعي للأهل ينتبهون أنه هذا مو مثل أقرانه بالمدرسة مو مثل أخوانه النمو مالته هذا لعله نقص بالهرمون إذا ما انتبهنا هذه الحالة ووصل مرحلة البلوغ ممكن قصير القامة طيب هذا الضرر النفسي إنه واحد قصير القامة مو سهل وعدنا مثلا الغدة الدرقية الغدة الدرقية أيضا مركز السيطرة على الغدة الدرقية هو من الغدة النخامية بعد عدنا هرمون الحليب طبعا أكو هرمونات ما أعرف أنه هي قسم موجودة عدة ذكور والأناث بس هي بالأناث لها دور والذكور لحد الآن لم يكتشف دورها مثل هرمون الأكسيتوسين هرمون البرولاكتين هاي كلها الهرمونات إذا أصاد زيادة بيها ممكن هذه تسببنا أعراض هي بعيدة عن الغدة النخامية مثل هرمون الحليب مثل ما تفضلت حاضرت يسوي لنا عقم يسوي لنا عدم انتظام بالدورة الشهرية يسوي لنا هذا شيء ملموس ووابط يعني يكون عند الإناث يمكن أبسط الأشياء دائما الطباء النسائيين يمكن هذا السؤال شائع عند النساء هو الدورة الشهرية إحنا ما ننصح أنه المرأة يعني تراجع بعد مثل أول شهر خربطة ممكن أول شهر إحنا ثلاثة شهر إذا أكون قطاع بالدورة الشهرية أو ستة شهر وأكون قلة أو زيادة يعني هذا شيء واضح لعله تنبه الطبيبة أو هي تراجع مباشرة إلى مركز الغدد السماء وعدنا بعد الغدد الدرقية تحدثنا عليها وعدنا غدد مهمة اسمها جار الغدد الدرقية يعني حبيبات صغيرة يصبح خلف الغدد الدرقية هذه جدا مهمة السيطرة على الكلة والسيطرة على العظام والسيطرة على الجهاز الهضمي يعني عن طريق امتصاص الكاليسيوم وفرز الفوسفات طيب طيب بالنسبة للغدد أخرى غدد الكذرية اللي هو من الأشخاص يعني سبب صحتهم صراحة بتلف بسبب هذه الغدد فشن السبب؟ الغدد الكذرية هنا غدتين كذرية يعني تصير فوق الكلة يعني مقدار حبة الفاصول يهيش تقريبا الغدد الكذرية هي دائما تهيئ الإنسان يعني جزء المهم من عده لحالات الطارئة مثل واحد قلق ارتباك يخضع العملية فهذا دائما الإنسان تجد انسان مثلا عده هبوط بالضغط دائما عده سمرار عده نحافة طيب ويعني هو إنسان موسوي ما تحس نفسه أنه هاي من أعراضها الواضحة هاي من أعراضها الواضحة بسيما تبدو بهاي الحدة يبدو مثلا واحد عده اي عده مثلا دائما يريد يأخذ ملح زايد أو دائما يلقى هبوط بالضغط أو دائما نحافة وإذا بيها الغدد الكذرية والمريض سنوات يراجع سنوات وسنوات أو أكو مثلا مرات غده سواء نخامية احنا قلنا الغدد وحده متصلة بالأخرى ووحده السيطرة على الثانية طبعا التغذية استرجاعية مثلا الكذرية لما يصير بها زيادة بالإفراز أكو تغذية استرجاعية تنبه الغدد النخامية إنه هكو زيادة فراح يقل الإفراز فالغدد الكذرية ممكن عكس هذا تماما أسنا قلنا نحافة وهبوط بالضغوط ممكن حتى خمول عام أو فقدان الشهية طبعا أهم شيء والمهم هو نقصان الوزن أكو عكسها تماما هو زيادة أفراز الغدد الكذرية اللي راح يصير زيادة بالوزن راح يصير سكر وضغط ويسحلها معند تكاثر الشعار مثل حب الشباب يعني ذن الأمور واحد ينتبه لهم وبعد الضغط كذلك الضغط هو مركز مالتا والسيطرة هو بالغدد الكذرية دكتور خلينا نتحدث عن الأعمار من الممكن أن تحدث بها مشاكل بيئة الغدد بصورة عامة يعني اليوم في حين أنه الشباب ممكن أن تكون عندهم مشاكل بيئة الغدد الصماء واللاصماء وأيضا الإناث وقت الإناث تبلشوا معهم أعراض معينة ممكن أن تكون واضحة وماذا وقت الشباب تبلشوا معهم؟ نعم دائما قلنا الإناث هم يعني يجون بصورة مبكرة لماذا الإناث يجون بصورة مبكرة؟ أما الصفات الجنسية الثانوية كالثدي أو الشعار أو الدورة الشهرية سيلاحظون الأهل أنه هاي ما يعني تأخرت عمر 13 وفضل عمر 13 سنة وتوقف الدورة الشهرية عمر 15 سنة طيب إذا الأهل لاحظوا بصورة مبكرة هذه الأعراض ممكن أنه نصرف وننقذ حياة المريض الممكن هذا يعني مثلا ابنية ما راح تكون مهيئة للزواج وراح تبقى مثلا حتى هذا المرض المزمن هو المرض مو إلا نقص هرمون النمو أي مرض مزمن بالجسم ممكن يأثر على هرمون النمو يصبح قصر القامل بالتالي يأثر على حالة النمو الذكور دائما يعني واحد يجيبهم متأخر نعم لا تبين عنهم الأعراض نعم لهم قلنا أعراضهم مو خاصة نعم بس مثلا إذا الولد وصل 14 سنة وما بدأ الصفات الجنسية الثانوية مثل اللحية الشاربة وما تطلع مكتبلة يعني بداياتها أو مثل ثخن بالصوت راح يختلف الطول مال تصار مثل طول أقرانه طيب اذا أو صار أطول طول فارع فهذا هنا هم يجيب يعني الانتباه له هذا الفرق بين الذكور والأناث طيب يعني هنا يوم يكون لازم عند الأهل وعي ثقافي تجاه أولادهم وعي ثقافي عند الأهل ومثل ما قلنا عد الأطباء وعد الكادر الصحي طيب طيب دكتور أنت ذكرت بعض الأمراض اللي هي ممكن تكون بسيطة لكن سببها هي أمراض الغدة منهم ممكن السمنة نحن نلاحظ بعض الأشخاص عندهم سمنة كل مفرطة بسراحة وهم ما يعرفون صح وهم ما يعرفون صح أو ممكن أنه أكلهم ويحتاجهم فقط رياضة أو رأسا يلتجؤون إلى عمليات قصة المعدة وغيرها وغيرها لكنهم ما يعرفون أكون مشكلة كبيرة لأنها أمراض الغدة فشنو هنا والله السمنة مرض العصر نحن الآن بالعراق قلنا نشوف السمنة مو مثل ما يعني ممكن بالتسعينات بالحصار بس هسه مرض العصر هذا صار السمنة السمنة لها عدة أسباب أحنا أول شي يعني أسباب بصورة عامة ممكن أسباب وراثية جينية شوما ما تفضلت الأخت أنه يعني يعني الأكل بسيط وزيادة هذا ممكن وراثي طبعا هذا قليل ممكن عوامل بيئية هو زيادة الأكل والمناسبات ونمط الحياة وقلة الحركة نمط الحياة قلة الحركة طبعا هذا الشاعع أكثر أكثر من هذا وأكو سمنة متعلقة بالغدد إحنا هسه اليوم بما أنه اختصاصنا غدد نحشى على السمنة المتعلقة بالغدد أي أكو زيادة بالأفرازات أو نقص بالهرمونات هذا كله ممكن يؤدي لأسمنة مثل كوشنك اللي حتشينا علي هذا مرض خطر طيب بس هذا كوشنك إحنا هو كمرض بحد ذاته قليل الحدوث الصيدليات هو يأخذها مثلا بنينا حيث أكو برزلوني سيحول أكو هايدرو كورتزول أكو أبر أكو مرات يعني يأخذها واحد بدون انتباه وأكو لا سوء استخدام مثلا واحد ضيق أصبات وخلو له علاج معين واستمر عليه بدون أن يراجع الطبيب هذا يجتهادات شخصين نسمي سوء استخدام هو مريض حقيقي بس عليها هي المفروض يكمل عليها مثلا جرعتين نعم طيب دكتور شنو أعراض هذا المرض اليوم خلينا نتحدث عنه هذا المرض الكوشنغ هو مرض خطير جدا أول شي نادر الحدوث يعني كمرض أنه إلى سبب من الأدوية هو الأدوية والمرض هو نفس الأعراض اثنين الصير سمنة الصير نحول ضعف بالبدن تام وضغط وسكر وتشققات بالبطن كثرة الشعار بس شنو هذا المرض مثل ما تفضلتي أنه مو رأسا الأعراض تبدأ كلها تظهر مرة واحدة شوية يبدأ يصبحون صبو كلينيكل يعني ما قبل السرير يبدأ تظهر شوية شوية سمنة ضغوط غير مستجيب للعلاج طيب السكر غير مستجيب للعلاج طيب قبل من انتقل من هذه النقطة نقطة السمنة المرتبطة الفحوصات اللي لازم يعني يسويها والإجراءات هو أول شي هنا شنو الأسباب بس نحن حتشينا قلنا ممكن كوشنك ممكن هرمون النمو النقص مالتها واحد مبكر تعرض الحادث السير دائما هو هذا يدخلون نعاش وإذا يعني هو بالغ والنمو يعني الطول مالتها كامل وإذا يتعرض الحادث السير صال عده نقص النخامية هذا هرمون نقص أيضا يؤدي إلى السمنة وأكو سمنة هي شائعة ودائما المرضى يسئلون عليها مع ما هي ماء زيد الوزن مثل مالتها كوشنك وهي أنه نقص الهرمون الغد الدرقية سوى بطريقة غير مباشرة يؤدي إلى السمنة مثلا يؤدي نحول كسل فراح يبدأ يزود الوزن أكو المتلازمات 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 مثلا الهرمون الغد الدرقية بسيط نستدعي بالإي جي أف ون يعني هناك تحاليل بسيطة ممكن تخلص المريض من همشاكل لكنها بعيدا عن تحاليل العامل ممكن أي شخص يساوي تحاليل عامل يساوي أبدا مهم الموضوع دكتور دعونا نتوعة اليوم أكثر ويا حضرتك وأنواعي مشاهدين الكرام حول وين سنسوي التحاليل المضبوطة وشنو الأماكن المختصة التي ضروري أن نروح لها من هم اليوم أغلبية الأطباء التي لا يحولون على مختص غدد أو التي يحولون على مختص غدد هذه الحالات التي ممكن تصير وكل اعتيادي بالعراق تحديدا ممكن أي دكتورة نسائية تحول اليوم النساء إلى طبيب مختص بهذه الغدد وإيضا عند الرجال فاليوم شلو الإجراءات التي يمكن تسويها يمكن ذكرة همسة هذا الموضوع التحاليل المضبوطة والإجراءات المضبوطة التي ضروري أن نسويها بعد هذه الحالات أو هذه العلامات حقيقة تحاليل الغدد الصماء هي دائما نسويها صباحا وبدون أكل وتحاليل الغدد الصماء يجب أن تعمل في مختبرات هذا لا تنطبق على الغدد الصماء تنطبق على تساقط الشعر تنطبق على هذه الأمور ولكن لا يوجد أشياء لغدد الصماء وغدد الصماء التحاليل مالتها صحلة دايناميك حركية يعني أنت تضطي وممكن تضطي تحفيز لها أوقات معينة خصوصا مثلا الهرمونات الأنثوية متعلقة بأيام الدورة الشهرية مو بأي يوم أنت تجي تسوي مو تجي مثل تحليل هرمون الذكور يسوي العصر هذا ما يصير لازم نصبه هو العصر يطلع قليل أو تجي أنت مثلا ماكله هذا كله أثر الأكل هرمون الحليب يأثر عليه السترس يأثر عليه فإحنا من أكو مختبر مختص دائم المختبرات المحترمة المختصة هم يسوون طبعا هذه الأجهزة الأجهزة في تطور الأجهزة مع الهرمونات نحن في مراكزنا تقريبا يعني الأجهزة متطورة وعمل الهرمونات نعم يعني ماشي الحمد لله بس شنو نحن عندنا طبعا تحديد بالموارد ما نقدر نعمل كل الهرمونات بس على أقل ننصح المريض أنه يراجع مراكز الغدد والصماء موجودة استشاريات موجودة مراكز منتشرة في كافة المحافظات وليس هناك مشكلة إذا أحد سوى تشيك يعني كل طبيعي أنه واحد يروح يسوي تشيك ويشوف شنو موضوع الغدد نعم هو يراجع الطبيب على الأقل هو يوجه على المختبر المعين والمختبر المضبوط يقول له يابد يسوي هذا التحليل بفلان مكان هو أكومرات فقدان ثقة بين المريض والطبيب يعني كثرة هاي الأيام غياب القوانين الفرع جديد بس هو لا يسأل يقدر يتوصل للطبيب الجيد والطبيب الثقة طيب دكتور ويحنا اليوم نتكلم عن الغدد الصماء ممكن بدايتها نتكلم لكن ممكن إذا جاهل المريض عنها ممكن تكون تتحول إلى أورام أو تكون خطرة نعم هو بالحقيقة هي مو الغدد مثلا غدد المعينة تتحول إلى أورام وأنما هو أصل الغدد هاي صار خربطت الغدد هي أصلها أورام مثل هرمون الحليب طيب هرمون الحليب دائما مثل ما تفضلت الست أنه تروح لطبيبة النسائية مباشرة تصرف لها علاج منظم أنه يوقف الحليب أو هذا منظم للدورة الشهرية وإذا به هو ورم بالغدد النخامية فهذا لازم نستدل علي أو مثل هذا ضغط معند ونزيد بالعلاج ونزيد بالعلاج السكر ونزيد مثلا هذه السمنة والروح مثل ما تفضلت نضطر أنه نسوي قص معدة نسوي قص المعدة والسبب موجود هي أورام أما بالغدد الكذرية أما بالغدد النخامية طيب دكتور أذرا على هذا الكلام لكن يعني من خلال كلامك لابد أن يكون هناك وعي ثقافي عند الطبيب أو الدكتور فلازم يكون هناك تدريبات أو ورش تدريبية كل سنة نقدر صح مثل التطويرية منظمة منظمة الصحة فحتى يرشدون الطبيب لهذا الموضوع لأنها ذكرت نقطة كل مهمة وممكن أنه أكثر الأشخاص يجهلون هذا الموضوع التي ذكرت أنه ممكن أنه اليوم المرأة إذا تاني عندها خلل بالهرمونات أو الدورة الشهرية رأسا خلال صدقه هذا منظم وشرب فيها لكن هي عندها مشاكل بالغدد هو حتى بصراحة حتى بالآمنة الأخيرة حتى أبو الصيدلية ممكن أن ينطي هذه الأقاقير صراحة دكتور الأعشاب والصيدليات خلينا نتطرق لموضوع الأعشاب اليوم ليس فقط الأدوية من الممكن أن نسوي مشكلة بالغدد وبيع الجسم بصورة عامة خلينا نتحدث عن تأثيرات الأعشاب هاليوم بها آثار سلبية على الغدد طبعا الأعشاب نحن بالعراق انتشرت بالآونة الأخيرة انتشار مطبيعي ومواقع التواصل نعم مواقع التواصل أنا هسا أفتح الفيسبوك رأسنا نجينا هذا الإعلانات الممولة طبعا وان المرضى يراجعون والمرضى متأثرين هذا كله صرف للوقت وصرف للصحة وبالأضافة ذاك أنه المرض المعين ما تعالج المرض المعين استمر فهذه الأعشاب أول شيء لعله الكميات غير محسوبة بالصورة الصحيحة إذا صدق أنه هذا أعشاب وكثير من الأعشاب اكتشفنا أنه مثلا على ساسها شيشة مع العلاج يعني عبوة تنزل السكر وإذا به هو علاج مركز للسكر ومسوينا على شكل بودر ويطول لهذا على أساس أنه عشب وبدون آثار جانبية يعني ماكو دكتور أفن ولو أقاطع حضرتك اليوم ماكو شخص ممكن أن يصاب بالسكر مزمن والضغط مزمن إذا ما يكون عنده أكو مشكلة أساسية نعم أكو مشكلة أساسية يعني صراحة نحن دائما نشوف أهاليتنا وكبار السن أنه خلاص بلش بالأربعين والخمسين دائرك صار عنده ضغط وسكر وانتهى الموضوع وأي طبيب اليوم يروح له عندك ضغط وسكر صح له غلط من الممكن أن يجاوب المريض بنعم أو لا لكن الموضوع صار كلش طبيعي فهل اليوم الغدد الصماء من الممكن اللي يكون بها مشكلة وخطأ يصير السكر والضغط مزمن هو الضغط والسكر أمراض دائما غالبا ما تكون وراثية وبدون أسباب هو هذا الشائع بس أكو هناك أسباب مجهولة وهي مثلا الضغط المعند وهو أكو أكو ورم بالغدة الكذرية هو جاي ما تقصد بالضغط المعند ضغط المعند نعم هو ارتفاع الضغط نحن الضغط نبدأ علاج واحد واثنين وثلاثة واربعة وممكن أكثر وممكن حبب اليوم حبتين يعني ممكن يوصل إلى سبع أنواع من العلاج نحن المريض من يتجاوز الثلاث أنواع من علاج الضغط والضغط ما وصل أقل من مية واربعين الناس سموا واربعة عشر على تسعين فهذا معناته ضغط معند يعني يجب بحث سبب يعني رح يكون ذكرة تشقد الضغط الطبيعي مية واربعين على تسعين نعم إذا ما نزل يعني أربعة عشر على تسعة ثلاث أنواع من ضمنها المدررات العلاج الضغط والضغط ما نزل إلى هذا الرقم يعني ينصح بالبحث عن سبب من أسباب الغدد الصماء التي تؤدي إلى ارتفاع الضغط وهذا شائع جدا وسينصح به مثل ما تفضلت حضرتك نحن مو أي واحد يأتي وقل يا أبا خلاص أنت عندك ضغط سكر وهذا هو العمر لا ينصح حسا عمل تحليل ولو مرة واحدة بالحياة طبعا العمر هم يأثر الضغط والسكر السكر المعتمد على إنسونين بعمر الصغار ممكن نلاحظة بس الضغط بعمر بعمر المراهقة أو عمر الشباب لا لازم نبحث عن سبب من أسباب الغدد الصماء طيب جيد دكتور بدون سابق أنذار ممكن يوم أي شخص سيعاني من المفاصل أو عظام أو هشاشة العظام بالنسبة لكل الأعمار ممكن حتى أطفال ممكن هذا يرتبط الموضوع بالغدد الدرقية نعم يرتبط بالغدد الدرقية وبوقية الغدد بس الغدد الدرقية بما أنه فرط الغدد الدرقية هو دائما يعني شائع فالناس اللي عندهم فرط بالغدد الدرقية تصبح دم هشاشة بالعظام وحنا مثل ما قلنا أنه هذا الفرع جديد وكانت الهشاشة العظام تتعالج من الكسور أو من المفاصل بس بالوقت الحاضر يعني يفضل أنه يكون المراجعة لإستشارية الغدد لأن أكو عدة أمراض تؤدي إلى هشاشة العظام نرجع على الاستشارة أو الإجتهادات الشخصية اللي يقول خلاص هذا نقص فيتامين بالضبط خلينا نتعرض للشمس نعم بالضبط لا مو صحيح هذا أبدا مو صحيح دكتور خلينا نتحدث عن نصيحة ممكن أن نتقدمها لكل العوائل العراقية اليوم اللي يشاهدون من قناة زاكروس الفضائية بخصوص الغدد ومفهوم الغدد وحياة الغدد هذه اللي اليوم احنا تعمقنا بها نعم الغدد الغدد الصماء هي غدد حيوية وضرورية في جسم الإنسان الإنسان لا بالسهولة رأسا يتخلى عن الغدد مثلا هو من حق المريض مثل المريض عمل سونار الرقب لأي سبب كان وجد عقدة هذه العقدة راح اشكلها هاجس خوف وقلق أنا عنده وارما يظل يلح أنا هسا طبيب يجيني طبعا هو ما كانت تعهد بالطب أنا قل له تعهد لك أنه هاي ما راح تتحول لا أنا أريد أرفع الغدد الدرقية أو أنا لقيت فد عقدة بسيطة على الغدد الكذرية أرفعوا ليهاها نحن هسا حتشينها جد مهم الغدد وجد إلها وظائف أنت يعني شيء مو ملموس أنت راح تشوفه بعينك بس أنت راح يأثر عليك حياتك ما راح تنتطم فأنا أنصح وخصوصا الناس اللي عندهم عقد بالغدد الدرقية أنه لا يسرع برفع الغدد الدرقية هسا تطور ونحن فرع جديد أكو سونار أكو خزع نسوي لها نأخذ عينة منعدها ونزرحها وإذا أكو أي شك يعني أكثر من 1% ممكن حن ندزها على عملية جراحية ونسويها هذا فالشيء مهم مثل إنسان عند أمراض جلدية أو مفاصلة بإيده أخوه مو رأسا يروح يعني يبتر إيده أكيد لا وتخلى عضو بينما هي الغدد الدرقية أو الغدد النخامية أو الكذرية هي أهم من اليد صح شكرا لك دكتور الله يسلمكم شكرا لك استشارة مجانية شكرا لهذه المعلومات الله يسلمكم شكرا لوجودك دكتور نورت قناة زاكروس الفضائي وشكرا للمعلوماتك إن شاء الله لستحسانكم ومعذرة على طالب بالعكس شكرا الله يسلمكم إذا لمشاهدنا الكرام أكيد مستمرين وياكم لكن هل مرة عدنا استطلاع للزميل عبد الرحمن ما رأيك في مقولة الصديق وقت ضيق قبل أن نذهب للإستطلاع لنذهب جدا 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 ما هي صديق وقت ضيق بصراحة يا همسة أني أشهد أنه الأصدقاء وقت ضيق فعلا يعني الحمد لله اليوم نجد صديق مثل مش مشويانة بالحياة هذا أهم شكرا لك أنت تستاهلين كمي واحد صديقتك أو صديقتك وأختك وزميلتك إذا لمشاهدنا الكرام خلونا نرى هذا الإستطلاع وبعدها أرجع لكم